السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم عزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا الخط واللون في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ رائع بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه جيدا كذلك لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة كالمقص والمشرط والدبابيس وإذا احتجت لاستخدامها أحسنتم أسأل الكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت يداي بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون كذلك ملابسي لا ألطخها بالألوان طاولتي أيضا لا ألطخها بالألوان وأضع النفايات قصاصات الورق في سلة المهملات في درسنا لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم التباين أو التضاد اللوني أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يرسم الطالب والطالبة الخطوط ثانيا أن يرسم الطالب والطالبة مساحات خطية لونية متداخلة دعونا نراجع ما أخذناه في دروسنا السابقة تكلمنا عن الخط وقلنا هناك أنواع للخطوط دعونا نتذكر أول نوع خط مستقيم كما ترون على الشاشة خطا مستقيما تعلمنا رسمه بواسطة المصدر هيا نحرك أيادينا كأننا نرسم خطا مستقيما كذلك خط مائل هيا نرسم خطا مائلا تعلمنا أيضا رسمه في دروسنا السابقة باستخدام المصدر خط متقطع خطوط قصيرة ابتعدت عن بعضها فشكلت خطا متقطعا هيا نرسم خطا متقطعا أحسنتم خطوط منحنية كان درسنا السابق رسم الخطوط المنحنية هيا حركوا أياديكم كأنكم ترسمون خطوط منحنية خطوط متعرجة أيضا تعلمنا رسمها في دروسنا السابقة وتلوينها كذلك كذلك تعلمنا رسم الخطوط الحلزونية وقلنا هي حلزونية لأنها تشبه شكل الحلزون ماذا عن الخطوط من حولنا؟ بحثنا في السابق عن الخطوط من حولنا في الطبيعة فوجدناها ماذا عن اليوم؟ هيا نبحث لدينا الشلالات المنهمرة تشبه الخطوط المستقيمة إذن كما ترون الشلالات المنهمرة تشبه الخطوط المستقيمة كذلك النمر كما ترون جسم النمر فيه خطوط أبدعها الله سبحانه وتعالى خطوط مستقيمة وخطوط منحنية كما ترون كذلك أقلامنا تشبه الخطوط المستقيمة أقلامنا وألواننا أيضا أيضا تكلمنا عن التباين والتضادة اللوني هيا تذكروا معي ماذا نعني به؟ قلنا أن التباين أو التضادة اللوني هو اختلاف الألوان عند تجاورها وتزداد قوة التباين عند زيادة قوة الاختلاف وتظهر متى عندما يتجاور الأبيض مع الأسود كما ترون تجاور أي أصبح الأبيض بجوار بقرب الأسود اللون الأبيض تجاور مع اللون الأسود فأحدث تضادا لونيا كذلك الفاتح مع الغامق من نفس اللون كما ترون أخضر فاتح وأخضر غامق تجاورا فأحدثا تباينا وتضادا واختلافا لونيا ماذا عن درسنا اليوم؟ في درسنا السابق تعلمنا رسم الخطوط المنحنية اليوم سوف نقوم بتلوينها باستخدام ألوان الفلومستر وسوف نقوم بإحداث وإنشاء تضادا لونيا في درسنا السابقة تعلمنا رسم الخطوط الحلزونية وتلوينها بالتضادا اللوني كما ترون أخضر غامق وأخضر فاتح أيضا الخطوط المستقيمة رسمناها باستخدام المصطرة ثم لونناها بالتضادا اللوني باستخدام ألوان الفلومستر كذلك الخطوط المائلة رسمناها باستخدام المصطرة ولونناها وأنشأنا تضادا لونيا كذلك الخطوط المتعرجة تذكروا معي كيف قمنا برسمها وتلوينها اليوم سوف نقوم بتلوين الخطوط المنحنية أيضا باستخدام التضادا اللوني سأستخدم الأزرق، الفاتح والغامق على هذا الشكل هيا نبدأ رسم أو تلوين الخطوط المنحنية باستخدام ألوان الفلومستر وإنشاء تضادا لونيا بهذه الطريقة لونت بين الخطوط المنحنية بالأزرق الغامق الآن الأزرق الفاتح لونوا بألوانكم الجميلة أعزاء الطلاب والطالبات فتلوينكم دائما رائع وجميل كما نرى قمت بتلوين بالأزرق الغامق والأزرق الفاتح الآن سوف أستخدم الأخطر الغامق مع الأخطر الفاتح سأبدأ بتلوين الأخطر الفاتح أولا بهذه الطريقة لونوا بألوانكم الجميلة فكما أخبرتكم تلوينكم دائما رائع وجميل والآن باستخدام الأخطر الغامق بهذه الطريقة والآن سأستخدم الوردي الغامق مع الوردية الفاتح سأبدأ بالغامق بهذه الطريقة أنا أقوم باستخدام ألوان ماذا؟ ألوان الفلوماستر نتعلم بالتلوين بألوان الفلوماستر بورقة خارجية أولا ثم نقوم بالتلوين في ورقتنا وفي كراستنا الآن الوردي الفاتح فأنا أحدث ماذا؟ وأنشئ ماذا؟ فضادا لونيا بهذا قمت باستخدام الفاتح مع الغامق من نفس اللون أزرق فاتح وغامق كما نرى فاتح وغامق وأخضر فاتح وغامق ووردي فاتح وغامق هكذا قمت بتلوين الخطوط المنحنية تعلمنا تلوين الخطوط المنحنية ورسمها كما تعلمنا رسم وتلوين الخطوط السابقة لدينا الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة أي بنى الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة